هيئة تحرير الشام أو ما يعرف بجبهة النصرى سابقا ترسل بلغات إلى مالكي العقارات في إدلب من المسيحيين من أجل تسليمها في موعد أقصى نهاية نوفمبر 22 الحالي حسب ما قاله نشطون سوريون على مواقع تواصل الاجتماعي وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل صورة أحد هذه البلغات الصادرة عن مسؤول مكتب الدراسات في الهيئة وتحمل عنوان مذكرة حضور إذ تطلب من مستلمها مراجعة المكتب خلال ثلاثة أيام مصادر متطابقة أكدت أن هيئة تحرير الشام تهدف من وراء هذه الخطوة أيضا إلى إسكان قادتها وعناصرها في العقارات التي يشغلها المسيحيون لسيما المسلحين الأجانب منهم